ولا مراد فريحة بتتصد مراد مرادش لو ناديت عليك لبكرة مش هتهض أرد أنا عليها إيه أبي انت لسه متصل روحت فين يعني رد بقى انت وحشني قوي قالو فهد فهد سابس لحمه إيده قامه همس وهي ما سمعت شرينه والاثنين ساجتوا كل واحد فينهم بيسمع أنفاس حبيبه إزاي كلارين أنا كويس يفعل عمل إيه أنا كويس يا رب دينا يا رب دايما تكلميني ولا يا رب دايما كويس أنا 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 ردت لإني فكرتك فريحة أنا أسفى أنا سمعت تريفون فريحة ودخلت وكانت نايمة ولما شفت رقم دولي قلت أكيد أبي مراد ما فكرتش إن حضرتك اللي بتتصل أنا عصحي فريحة أتكلمك يعني لازم تزعلي عشان تتكلمي واسمع صوتك لا أبدا أنا أفتكرتك إنك اتضيقت إن أنا اتصلت مش فريحة أحلى حاجة عملتها فريحة إنها نايمة وما ردتش دلوقتي أنت عامل إيه في شوالك يا فهد شوالي كويس كل حاجة تمام أنت عامل إيه في الجامعة كويسة لمتحنت خلوص الأسبوع اللي جاي كبرت يا رينون إيه قصد يعني كبرت ورايحة ربعة طبة ما شاء الله مرسي يا فهد بتذكر كويس؟ آه بذكر في حد بيدايك في الجامعة؟ لا ما فيش حد بيداي إن يا فهد إيه رأيكم؟ مبسوطين أنتوا كده صح؟ أي خدمة فهد سمع حركة مراد وإنها يخرج من الحمام لارين مراد خرج من الحمام أهو ويريت لو تصحي بقى فريحة لأنه اتصل عليها وما ردتش حاضر فهد غمض عني وعايز يقول لها يخلي بالك من نفسك وعايز يبدأ من تاني لكن رجع في كلامه طب أنا هقفل واتصل أنا ليه؟ مش عايز مراد يشوف مدة المكالمة وكل الوقت ده مع فهد ورينو بس فهد فكر مش عايز مراد يشوف مدة المكالمة وكل الوقت ده مع فهد ورينو بس يعني عشان إحنا مش بنحاسب على المكالمة مراد خرج وفهد أقفل وحسف المكالمة واتصل تاني رينو ردت وكانت صحت فريحة اللي قامت بسرعة لما عرفت وفاة تسلم على فريحة وبعدها ادى المراد هيتكلم مع فريحة مين اللي اتصل انا شمعنا فاة عارف ان المراد زاكي اختك رينو شافت اتصالك على فريحة واتصلت وانت في الحمان وانا رديت والخط قطع وجاءت اتصال تاني عملت حسف بدل اتصال واتصلت تاني اتكلمت فريحة مراد عدها بمزاجه مراد اتكلم مع فريحة واتطمن عليها وعلى النون والفبطنها ومريم نون رينو خدت التليفون بعد كده واتكلمته ونزلت تحت بالتليفون مراد اتكلم مع ماريا ومه وقفل معها رينو طل رينو طلعت التليفون لفريحة وقعدوا مع بعض شوية اتكلمه وكانوا الاتنين مبسوطين قوي وخصوصا دارين وفاهد كان بيلام مع السلاح والاتسام على بشه وسلحان فمع شكته ادم عند بيتر اتغدوا مع بعض وتكلموا مع العريس وهلته وكانت مقابل التعرف واستأذنوا المشيو ادم قعد مع بيتر هيا ادم ارايك في العريس والله يا بيتر يا اخويا عائلة العريس واضح انهم كويسين لكن لكن ايه هتقللي ليه مش عارف انا مش مستريح للعريس ولا لابو تقصد ايه مش عارفهم جرد احساس انت تعرف الناس دي كويس مش قوي لكن كنا في حفلة رأس الثاني وابو العريس تهرف عليها وشاف كالورين بنتي وشاف انها مناسبة لابنه وعايس تجوز هالو تعبيتها بيتر واللهبة ايه جدع انا قلت ايه غلط وفي حد لسه بتجوز بطريقة دي الاهل هم اللي بيختاروا العروسة وايه ابو العريس شاف كالورين مرة واحدة وشافها مناسبة لسبع رجال ابنه طب وايه ابنه وشاف كالورين قبل كده لا ما ظنش وشافها وقت الغدى بس لا ما لعت راضي يا رب انا براضي بحكمك علي ما تعال يا جدع انت وفهمني انا هقولك حاجة وانت هتعرف ايش تا انا لو موجود في حفلة وتعرفت على رجل اعمال وشاف بنت سرينو في الحفلة وبعدها مفيش يومين ألاقيه جاي هو وابنه عشان بيتقدموا البنتي عشان قابوا العريس اللي شاف اني بنتي مناسبة مش العريس اللي شافها مناسبة انا هوافق لا انا انوبر عليك يعني انت شايف ان نرفض بيتر يا اخويا انا مش عايزة فاركش الجوازة واخد زنبك بس الاصول يابن الناس بتقول ان العريس كان يشوفها ويقعد معاها ولو حصل قبول من الطرفين تمام وعلى خير تلا انما العريس جاي من كلمة قالها ابو ومشي ورا كلام ابو هو مش غلط ان يسمع كلام ابو بس ده جواز حياة بتتبني يعني ده قرار الولاد مش الاهل لكن ما يقدش قرارات عن ولاده وخصوصا في الجواز فاهم يا بيتر فاهم يا قدر ورايك كالورين ايه ما سألتهاش ولا هي تعرف انها عزوم التعارف وانها تشوفه هو موجود على الغدى وبعد كده كنت هسألها احسن ما تعرفهاش دلوقتي وقالت لو ترفض يعني انت مش مرتاح للعريس ولا ابو طب اسمع ايه اصبروا عليا كده لما الامور تتزبط واجبلك قرار امه اشتا ايوة كده اشتا طيب يا صاحبي هروح انا بقى لسه بدري اقعد نصهر مع بعض الساعة سابعة يا دوبك لسه اطلع طامن على سارة زي ما قلتلك وزين مع الوافد وزياد في الشركة وانا على مروح من المستشفى هاكون في البتح الساعة تسعة ايه معاك المستشفى لا خليك كده كده البنت نايمة والله حاجة تحزي كله مكتوب يا صاحبي بفعلا ايه كان سلم على بيتر وتحرك وراح المستشفى وخطف على مالك ودخل وشاف مالك قاعد لسه زي ما هو كان بصارة ومازك ايتيها عاملي دلوقتي يا مالك كويس يا خير ان شاء الله هتتحسن ما تقلقش محمد لسه مطميني قاتل مشي زين رجع وكان الكل ما وجود تحت معادة ريتال سلام عليكم عليكم السلام ازاي كحاج تمام حمد الله على السلام الله سلمك حاج سلم على مرهم اخواته وفريحة وباس تيم ومال يمنون بس حواليه ما شافش ريتال وسأل هي ارتفت لعت قدتها هي نزلت أصلا رينو اقتلعت تناتي عليها عشر العشر قالت لها انها نفسها تنام شوية سبتها يا قلب تنام تلاقي العلمش بينايموها زين عارف اين ريتال زعلانا فتح الشنطة وطلع منها الناب وملفه لسه يسلمه الادم انا قلتلك قبل كده دحلت البيت انسى الشركة وانسى كل حاجة انتهينا في البيت يعني اهل بيتك ليهم حق عليك يلا روح اول مرادك لسه ما تعشتش خد معك اكل وانت طالع وتعشه فوق ادم فهم ان زين والتالس هننهم مع بعض اطلع انت يا زين وانا هبعد لك العاشة مع بنت من البنات تشكر يا بابا بعد اثنوك واسبوها على خير وانت بخير فريحة قعدة وجنبها رينو نور وتين بيلعب مع مريم نونو تين خد اللعبة مع مريم نونو اللي اول مرة تنطق وصرخت وبصت لادم وشورت له باديها على تين اتم اتم كلهم بصوا عليها وادم دي حد بفرحة من قلب انشلها قلب ادم وروح ادم فريحة قامت مبسوطة باست ايديها قولي بابا اتم طب قولي بامي حد تدرسها لكيد في ادم وبتسموا حضنها مريم كانت فرحانة جدا ان حافلتها نطقت تين روح عند مريم الكبيرة وزعلان ان ادم شاير مريم وسايبه مريم بيرة مريم بيرة نعم يا نور عيني ادم مريم نونو انا لا روح قوله شرني يا ادم تين روح ورفع ايده لآدم هذا آدم تعال يا روح آدم انت كمان وشالهم وتين بصها ل مريم ونونو ورح بصها من خدها دي وحشة وكلهم ضحكوا عليه لانه مفكر كلمة وحشة حلوة ادم قاعدهم على الرجل واقعد وهذروا مع بعض ومريم الكبيرة كانت مبسوطة وكلهم مبسوطين ان مريم ونونو نطقت ادم ندى على سعاد ابعثي مع اي بنت عشال زين وريتال حاضر ياسي ادم زين دلع وفتح الباب وشاف ريتال نايم على طرف السرير وشاف اريانا ولليانايم مين مساء الخير ريتال مردتش زين عارف انها صحية وكمان هو زعلان منها عشان بتغير عليه من حاجة مش هتحصل وكانت مستعدة تأثروا على شغلة عشان غيرانا وده مش صح وانها تشيل هدومه وتخبيها ده كانت مش صح لكن هو اول مرة يعلوا صوته عليها دخل غير هدومه وخد شوره وخرج الباب خبط وفتح وكانت البنت مطلعة عشاء وخده منها وشكر البنت وقفر الباب وخد الاكل وحطه على السرير وقرب منها روتي روتي زين شال الاكل ورحناه مرة دهرها وحضنها على فكرة انا عارف انك صحية والمفروض انا اللي زعلان وانت اللي تصلحيني مش لان اللي صلحك ريتالين انت عملتين نهار ده غلط بطعياتي دلوقتي انت زعقتيلي يا زين حبيبتي انا اسف انا فعلا زعلان من نفسي ان صوت عالي عليك بس يا ريتالين انت ننفستيني ينفع لانت عملتي ده تشيل الكل الامصان البيضة وتخبيها في دولابك طب ده ينفع القمس الابيض دي جنن عليك يا زين يا بنت ان حلو في اي حاجة انت فعلا حلو في اي حاجة ما كنتش عايزك تلبس حاجة حلوة اخصو على كده انا اول مرة شوف واحدة مش عايزة جزهة يلبس حلو انا بغير عليك يا زين حبيب تستدقيني اللي عملتي ده غلط انا رايحة قابل وفد اجنبي ورايحين شغل يعني كل ست معها جزهة او حتى لوش متجوزة انا ماني بيها يا سلام انت ملك بيها ازاي انت ناس البنت الاجنبية اللي كانت مركزة معاك وكل شوية تبصلك وتطلب منك مساعدة في الملف وانا قاعدة جنبها وما طلبتش مني وانا جنبها مش انت هات سيكي اول سي هي مركزة معايا انا بقى مركز مع مين اللي اجنب حلوين اوي يا زين وانت كمان حلو وانت اي يا ريتال انا حلوة برضو بس عيني مش خضر او شعر لي مش اصفر مش لازم لوحدة تبقى شعرها اصفر وعينها خضر عشان تبقى حلوة البنت تبقى حلوة بأخلاقها وتدينها واحترامها لنفسها ونفسها المحتر الجمال عمره ببيتقيم بالشكل ابدا يا ريتال كان انت مش هتبعد عني يا زين اشتركوا في القناة